رجعنا نتواصل معكم مشاهدين وبرنامج مساء خير يا كويت وضيفنا وضيفكم الأستاذ خالد الهضبان الاعتبنى برئيس اتحاد جمعيات التعاونية الاستهلاكية أستاذ خالد رجعنا مرة ثانية وودنا شوي نتكلم عن خدمة السيارات اللي هي الدعم هذا نبي نعرف شنو هذه الخدمة تعطي حق الجمعيات وشو الجمعيات تعطي حق هذه الخدمة نزين هذه الخدمة طبعا أول شركة قلنا احنا هي أمرني لتأجير السيارات ومن ثم جاءتنا الشركة الثانية اللي هي التال لتأجير السيارات طبعا الأخوان جاءهم من الله خير مشكورين يعني تكفلوا معاش السائق السيارة الصيانة كل شيء تحملها هذه الشركات ولكن الجميع فقط تتحمل البنزين يعني ما في غير البنزين تتحمله فيعني هذه مبادرة طيبة من الأخوان ودعم الأخوان التعاونين وكذلك لخدمة المساهمين وكذلك مرتدين المناطق نعم أستاذ خالد يعني ودنا شوي نتكلم عن أهمية التطوع والمساهمة في هذا الوقت الحالي طبعا المتطوع هذا هي فزعة وطنية اليوم احنا واجبنا نكون لأبناء الوطن في عمليات كثيرة في الجميع التعاونية منها التنظيم اليوم أنا يعني بطريقة صدفة كنت أكلم رئيس جمعية قال لي أنا عندي أحد المتطوعين اللي عندي عضو مجلس بلدي اليوم في أعظام مجالس بلدي في مهندسين في ديكاترة في جميع المجالات يعملون اليوم متطوعين في الجمعيات التعاونية لخدمة المساهمين ومرتدين للجمعيات التعاونية اليوم احنا بحاجة إلى التكاتف والتعاضد لنعدي هذه الأزمة إن شاء الله على خير إن شاء الله نعم بإذن الله وبتعدي إن شاء الله وأن هذا الوقت سيمضي شئنا ما بينه إن شاء الله يمضي بما يرضي الله لكن دكتور وفال خير إن شاء الله إن شاء الله خالد لو نتكلم عن الكم والكيف من حيث المخزون توزيع المخزون أنا عندي جمعيات كثافة سكاني كبيرة عندي أفرع أكيد ما غابت عنكم هالآلية طبعا نحن ساوينا الجمعيات كلها بتساوي إن الجمعية التعاونية تعمل حساب مساهمينها والناس الموجودة في المنطقة وتسوي مخزون لمدة ست شهور سواء إن كانت الجمعية صغيرة أو الجمعية كبيرة تختلف باختلاف عدد السكان المنطقة عدد المساهمين والسكان المساهمين والسكان أنك تقدم خدمة للمساهم والمقيم كلهم على حد السوال أن سيدي صاحب السمو أوصى أن يكون المواطن والمقيم على حد السواء لذلك أن المخزون يكون للمساهم وكذلك المقيم في المنطقة اليوم تختلف باختلاف مثل ما قلت لي قبل شيء حجم المنطقة اليوم في مناطق كبيرة ومناطق صغيرة تتحكم فيها طبيعة عدد السكان في المنطقة ولكن نحن قلنا في السابق ست شهور اليوم رفعناها إلى ثمان شهور أو سنة وأنا أتمنى أن الأخوان يرفعونها أكثر من الجديد لأننا نحن ذاهبين مخزوننا بخير يا أستاذ خالد أنا أقول لك مخزونك إن شاء الله بخير بإذن الله أحب أن أسعى الأخوان الرئيس وأعضاء الجمعيات التعاونية جميعهم الأخوان يعملون خلية نحل 24 ساعة لتوفير المخزون استراتيجي وكذلك لطمأنة المساهمين والمرتدين للجمعيات التعاونية نعم بالنسبة للمتطوعين أستاذ خالد نبي توضيحي هل هؤلاء يتقاضون أجر ولو رمزي ولا هو عمل تطوعي هو اليوم عمل تطوعي اليوم هو عمل تطوعي نحن دائما الأخوان هؤلاء جايين ما يبي يعني نحن لما تكلمنا قلنا عضو مجلس بلدي هل هو يبي التقاضرات أو أنه دكتور يشتغلوا إياك في فترة من الفترات أو مهندس أو كذا ما يبي وأغلب يعني اليوم العلم نحن فيه شباب صغار ردينهم ما نبي خلك ببيتك ولا الكل يتطوع رجال ونساء من الكل بس إحنا الأخوان هذول متطوعين بدون مقابل قتلت وزعتها الكويت اليوم نحن نبي نضرب مثل للعالم أن الكويتي يعمل أن الكويتي متكاتفي متلاحمين في وقت الشدائت وفي وقت الرخى إن شاء الله كاف إن شاء الله الله أعزو معزم وقلنا أهل الدكتور سليمان أقولها لك وكثرهم من يستحقون هالكلمة في بلدي كفه عودا على بدء أستاذ خالد يعني النوعية في هالمخزون يعني فيه مهم فيه أهم المواد الموجودة يمكن بطبيعة مجتمعنا توفيرها كمواد غذائية يعني أتكلم أكيد ليش هالابتسامة وشيء؟ أنت تطمن عندنا مواد أساسية ومواد تنظيف اليوم المواد الأساسية التي تستهلك بالجمعيات التعاونية أنا طماعينا بأمثلة يعني الأرفف يعني أرفف ما رح تقلق اليوم رفك مفاضي هذا غير المخزون الاستراتيجي نعم نحن نقول ست شهر و سنة غير اللي متداول على الأرفف يعني فيه مخزون لا يمس فيه شيء ثاني مخازنة الحمد لله يعني أنا كنت في جولة مع السيد مسي عليه سيد الوكيل وزارة عبدالز الشعيب قمنا بجولة بجمعيات تطمننا المخزون زايد كنا نحرص نقولها بعد زيد شوي خل مخزونك أكثر علشان الناس تطمن اليوم ما في جمعية دشينا الأرففها مليانة مخزوننا الاستراتيجي نحن نتكلم عنها غير متواجد على الأرفف وفي مخازن الجمعيات اليوم وزارة التربية مشكورة سمحت لنا في التخزين في المدارس اليوم قلنا نخزنا في المدارس مخزوننا لله الحمد كثير تبير الأمثلة بقولك المعلبات العيش السكر الطحين جميع أنواع المعلبات متوافرة في المخزون الاستراتيجي أحب أطمئك من الناحية كذلك جميع المنظفات الشخصية والمنظفات الملابس والمعقمات كلها موجودة من ضمن المخزون الاستراتيجي نعم جميل إذن هذه الرسالة التي يشوفنا الآن كل شيء متوفر وكل شيء موجود يعني ما لا داعي هو الازدحامات أو الزحمة في الجمعيات يعني حتى الحين خلاص توفر فيه بالنسبة حق السيارات أنت أول عدد ذكر ذكرت لي 400 سيارة نزين والحين الدكتور 930 يعني عندكم ما شاء الله تقدرون تغطون نغطي لك بالنسبة حق الدليفير شلون يتواصلون معكم كل جمعية مثلا اليوم كل جمعية أرسلت واتساب لمساهمينها اللي بدأت طلعت لتصاريح نتعرفين أننا اليوم ملتزم مع وزارة الداخلية في تصاريح معينة تعطل للجمعيات التعاونية لعمل التوصيل اللي طلعت تصريح اليوم أنا قلتش في جمعيات أمس يمكن أربع أو خمس جمعيات وصلت اليوم بدأت الجمعيات ترسل نحن الواتساب لمساهمين وكذلك المرتدين منطقة نحن نوصل فاليوم تشتغل الخدمة أكثر وأكثر إن شاء الله نعم أستاذ خالد لهذهبان قواك الله أنا مرسل الجمعيات التعاونية حضرتك وإخوانك منتصبي مجلس إدارة وإخوانك أعضاء مجلس إدارة في الجمعيات ومثل ما حضرتك اللي بديتها فزعت أهل الكويت نقول لكم كفوا وبيض وجه أستاذ خالد حضرتك وإخوانك ومحما سوينا قليل في حق الكويت قليل في حقك شكرا جزيلا سلام عليك شكرا لك يعطيكم ألف آفيا موسيقى